اهلا بكم وبس حي جديد هنتكلم عن نبات المكحلة شوفنا في اخر فيديو لما كنت عمله رأي ارض عشان سفرت 8 ايام شوفنا مراحل التطور بتاعته دلوقتي يبتدى يطلع افرع صفلي من الجزور فرع صفلي فانا هبتدي انقله لقصص كبير علشان محتوى الجزور بتاعه يتمدد افقيا ويديني افرع صفلية جديدة اكتر من كده بكتير طيب اول حاجة هعملها ان انا هجيب قصصيص مناسب ويكون فيه الطربة فلافي فلافي يعني موفابل يعني طربة مفككة ومفتتة ليست طربة متحجرة ويفضل طبعا اي طربة هشتغل عليها تكون منقوعة اسبوع في الشمس ما تكونش فيه قصصيص لا تكون مفروشة على جرنان او على مشمع او حاجة لمدة اسبوع في الشمس تكون الطربة تنشف تماما اي نوع من انواع البكتيريا او الفطريات او اي ان كانت تتعقم تماما وتموت والطربة تبقى صالحة للزراعة مرة اخرى وطبعا ممكن نحط عليها حفنة صغيرة جدا جدا من الكمبوست تم التحلل تمام ونبتدي نشتغل عليها طيب هفكك التربة دي علشان بس اي انا حطتها بقالها كم يوم في القصيص هفككها ونبتدي نشتغل وبكده انا فككت التربة عايز بقى احفر هنا حفرة تبقى على قد الكوباية بالزبط يعني عايز ادخل الكوباية دي جوه التربة بحيس ان يبقى سطحة كوباية مع سطحة التربة اسهل طريقة بدل ما ابتدي انزل نص التربة دي برا اسهل طريقة بحب اعملها ان انا اروي الشوية اللي في النص دول وحدهم كده هتتشرب بسرعة جدا لان التربة مفككة وابتدي ان انا احفر الحتة دي لوحدها كده اهو هتلاقي التربة مبتقعة منك لكن لو كانت لوحدها اوص اقدر اعمل كده كمان اهو وممكن تحط شوية مية تاني اهو كده اقدر اجيب الكوباية وايز بيها لو الله عايزة تنزل شوية لتحت ما اجيب التربة على الجناب مية مية ما اجيب الكوباية المقياس برضو اهو كده تمام سطحة الكوباية هيبقى ماشى مع سطحة تربة اهو كده نخلع الكوباية ونجيب بقى الشتلة الجميلة بتاعتنا وكل عادة نمسك الشتلة ويقلبها واضغط على الكوباية كده الهدف ان انا اكتم التربة بتاعت الشتلة كلها مع بعض او اخليها تتماسك بصد تلاقي الكوباية هي نفسها هوت اهي كوباية هوت اهي تمام اهو كوباية هوت هيبقت فاضية لان التربة مسكت في نفسها ولو لقيت كوباية ما بتطلعش الواحدة اضغط من فوق ضغطة خفيفة كده هتلاقي كوباية طلعت والجدور بانت اهي كل حاجة بانت تمام نمسك الشتلة كده نقلبها براحة جدا ويممكن نهرش الطربة من تحت بس كده عشان جدور تتفكك اهو كده واحطها اسقطها مكانها هي نزلة مكانها زي الفول اضغط طربة جديدة واقفل حواليها كده تمام ما تقوليش انتحاد الطربة كتير بمجرد ما دكت كده واروي هتلاقي التربة دي كلها نزل بتحت طيب يلا نروي الراي ببعلى جانب القصيس مش في النص وهنا بقى ييجي حاجة ممكن نعملها وممكن ما نعملهاش انا لا افضل ان احنا نعملها دلوقتي نحنا نقلم القمة النمية بتاعة الشتلة يعني اخد العقلة اللي فوق دي ان انا اجي هنا واخد بس نرفع الكاميرا اجي هنا واخد العقلة اخر عقلة دي طبعا ممكن احاول ازرعها بره وكده مش قضيتنا دلوقتي لكن لما اخدها تبتدي الشتلة تحاول تطلع افرع جانبية انا شايف ان الشتلة صغيرة على ان نعمل كده فانا شايف انه مش وقته خالص احنا هنسيبها تماما زي ما هي كده لحد ما تبتدي تكبر اكتر ونشوف بقى ايه نتيجة النقل اللي احنا عملناه دلوقتي وبعد كده ان شاء الله هنبقى نشوف مراحل التقليم في فيديوهات لاحقة بامر الله يارب يكون الفيديو عجبكو ده كان فيديو بسيط جدا عن نقل النبات المكحلة وحاطنا نلتقي في فيديو جديد شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة